تحت رعاية سمو اللواء الركنة شيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أقيم صباح اليوم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين الأغرار بالحرس الملكي وبعد عزف سلام قائد الحرس بدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتفقد طابور العرض ثم قدم عرض عملي من قبل الخريجين واجتمل على المسير العسكري بعدها قدم إجاز عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتدريبات عسكرية ومهارات ميدانية وفق منهج علمي متطور وتمارين تطبيقية نفذت خلال مراحل عقاد الدورة وشهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالروح المعنوية العالية التي لمسها من الخريجين والمهارات العسكرية التي اكتسبوها خلال الدورة مؤكداً على أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بأن هذه المهمة ستتواصل وتستمر جيلاً بعد جيل في الدفاع عن الوطن وقدم سموه الشكر إلى مدربي الدورة على الجهود التي بذلوها للوصول بالمستوى الاحترافي المتميز الذي ظهرت به الدورة حاثاً الخريجين على مواصلة العطاء وحمل هذه الأمانة والجدية في العمل والتحلي بالصبر والقوة بروح العزيمة والإصرار والتضحية في الدفاع عن الوطن العزيز وبذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري متمنياً لهم وللجميع التوفيق والسداد وخلال الاحتفال تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس البلكي بتوزيع الجوائز التقديرية على المتفوقين بعدها أدى الخريجون القسم القانوني